أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي باسمه وباسم شعب مصر للعائلة الملكية والحكومة البريطانية وشعب المملكة المتحدة بخالص العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي قادت بلادها لعقود طويلة بحكمة بلغة وعلى حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أكد الرئيس السيسي اعتزامه لعمل مع الملك تشارلز لتعزيز علاقات البلدين والشعبين الصديقين وأضف الرئيس السيسي أنه تقدم بعزائه للشعب البريطانية في هذا المصاب الجلل مؤكدا ثقته الكاملة بقدرة الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية نعت السيد انتصار السيسي الملكة إليزابيث الثانية وقالت السيد انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ببالغ الحزن والأسى أنعي الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا فقد كانت سيدة عظيمة ورمزا للعطاء أفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها بتفان وإخلاص لا مثيل لهما خالص العزاء للشعب البريطاني أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال وحرصها على مصالح الشعب الصومالي الشقيق في إطار دولة موحدة مستقرة وقوية فضلا عن دعم الصومال للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها خاصة خطر التطرف والإرهاب وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا مع رئيس الصومالي حسن شيخ محمود أشار الرئيس السيسي إلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للصومال لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة وتفعيل مختلف أوجه التعاون التنائي مع الصومال لسيما على الأسعادة الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر الفنية الصومالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الصومالي استعرض آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده والخطوات الجارية اتخاذها لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه وعلى رأسها خطر الإرهاب كما أكد الحرص على تعزيز التشاور والتنصيق مع مصر بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تطوير التعاون التنائي على مختلف المستويات مشيرا إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية على المستويين الرسمية والشعبية ومشيدا بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال وما تقدمه من دعم في مختلف المجالات شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح القرية الأولمبية وتتشين قطع بحرية جديدة لهيئة قناة السويس هذا وانتقل الرئيس السيسي على متن أحد اليخوط التابعة لهيئة قناة السويس عبر المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة إلى موقع الاحتفالية كما شهد الرئيس تتشين قطرتي عزيمة واحد وعزيمة نين التي تقومان بقطر القطع البحرية غير ذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى المعديات قرامة واحد وقرامة نين لخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطاع الشمالي للقناة بالإضافة إلى المعديتين الأقصر واحد والأقصر اثنين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا بما في ذلك استمرار تأمين المساعدات الأمنية والاقتصادية ومتابعة فرض العقوبات على روسيا وذلك في حديثه عبر تقنية الفيديو مع الحلفاء والشركاء وعلى رأسهم المستشار الألماني ورئيسة الوزراء البريطانية ورئيس الوزراء الكندي وعددنا من المسؤولين وذكر البيت الأبيض أن القادة نقشوا أيضا استخدام روسيا للطاقة كسلاح والحاجة إلى مزيد من التنصيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار مناسبة لأوروبا أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عن دعم أمني إضافي لأوكرانيا بواقع 2.8 مليار دولار ومؤكدا أن لقائه بالرئيس الأوكراني بلاديمير زيلنسكي كان مثمرا وخلال مؤتمر صحفي قال أب لينكن أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية الإجمالي لأوكرانيا منذ بداية العملية الروسية ارتفع إلى حوالي 14.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية ومشيرا إلى أن هناك أيضا مساعدات اقتصادية كبيرة ومساعدات إنسانية مصاحبة لذلك انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل